هذا وانطلقت فعليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بهدف طرح أفاق النهوض بالصناعة وتتضمن أجندة فعليات الملتقى والمعرض المقام حتى نهاية أكتوبر الجاري عدة جلسات نقاشية بهدف بحث تعميق الصناعة المحلية بهدف طرح أفاق النهوض بالصناعة وتوطنها في ظل التحديات الاقتصادية وتعزيز الصناعة المستدامة وانطلقت فعليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة والذي تأتي دورته الأولى مواكبة لمئوية اتحاد الصناعات المصرية بنعمل مدارس مع رجال الصناعة بحيث أنهم يدعموها ويرعوها وبنهتم جدا بضمان جودة التعليم بحيث الولد لما يتخرج تقريبا بيتوظف بعد ما يتخرج بشهور قليلة جدا جدا في شغلانة تقدر تجيب له دخل كويس وفي نفس الوقت تشد حاجة للصناعيين من العمالة المحرق القيادة السياسية أرسلت أكتر من إشارة واضحة جالية لمجتمع الصناعة المصريين الوطنيين أن الدولة وراهم وفي مبادرات مبادرة إبدأ أحدها أحد هذه المبادرات أن ما تستنوش لا تترددوا ما توقفوش في طور تستنوا بنوك ولا هاجة اللي عاوز أنا دخل معكم ودخل معكم والإشارة كانت واضحة جدا أنا مش هدير أنتوا صحاب الخبرة ديروا لكن لو عندكم تعصر مالي أو تعصر في التسويق أو تعصر في التصدير أنا معكم يقام المعرض داخل ثلاث قاعات على إجمال مساحة أكثر من عشرة ألاف متر مربع وتضم أجنحة العرضين شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية ضمن مبادرة إبدأ لتطوير الصناعة المصرية حاليا طبعا يمكن بتقابلنا تحديات كثيرة للفترة اللي فاتت خدنا توجيهات كشباب برنامج رئاسي لتأييل الشباب القيادة علشان ندرس الملف ده من كل الجوانب طبعا بالتعاون مع فريق الرصد الميداني في مبادرة حياة كريمة قدرنا نرصد المشاكل سواء في المصانع المتعثرة أو المخالفة أو المصانع المختلفة الموجودة في قرى ومراكز مصر كلها من أول السنة الجديدة إن شاء الله هنبدأ نصنع المحرك اللي هو المطور بتاع المتساكل طبعا ده أول مصنع في الشركة الأوسط يقدر يصنع المطور ده وقدم مساحة كبيرة جدا هناك ونبدأ نستثمر فيها عن طريق ابدأ أو بالمشاركة ما هيبدأ في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول سنة 2023 هتبقى فيه تواصل أقبل بكتير إن شاء الله وفرص عمالة كبيرة جدا هنكون موجودة هناك في التعيين بإذن الله تتضمن أجندة فعليات الملتقى والمعرض خلال الفترة من التاسع والعشرين حتى نهاية أكتوبر الجاري عدة جلسات نقاشية تتناول مجموعة من المحاور منها الفرص الصناعية وتوطين وتعمق الصناع المحلية ونحو تنمية صناعية مستدامة رامي محمد التلفزيون المصري